موسيقى بمصير حزبهم كثير من القضايا سيتم تدولها خلال هذا المجلس الوطني أولا المجلس الوطني ينعقد في سياق دولي يتميز بالهجوم غير مبرر على المغرب من طرف القوى المعلومة الاتحاد الشراكي أعتبر نفسه هو واحد من الأعمدة الأساسية للدفاع للمصالح ولن نسمحه كالاتحاد الشراكي وكاتحاديين وكقيادة الاتحاد الشراكي بأي تجاوزات في الحق السيادة الوطنية والسيادة القضائية كذلك المجلس الوطني سيناقش اليوم المحطات التنظيمية المقبلة الاتحاد الشراكي مقبل على جديد هياكل إقليمية خلال هد سنة 2023 استعدادا بطبيعة الاحالة الاستحقاقات المقبلة والاتحاد والاتحاديين يعتبرون بأن عودة الاتحاد الشراكي للساحة السياسية خصوصا في ضرف الحالي والاختيار للدولة الشيماعية لدفع لجلال المالي كل الاتحاد الشراكي منذ حكومات عبد الرحمن اليوسي سبق لإقرار عدد من القوانين وعلى رأسها القانون للتغطية الصحية الاتحاد الشراكي يعتبر نفسه حزبا وطنيا مؤهلا للمساهمة في الإقلاع وفي الدولة الجديدة وفي الدولة الشيماعية للمغرب من المؤكد هي رهان وطني كبير خصوص المغربي يستمر فيه صعوبات دياله كثيرة سياق الاقتصادي الدولي ما بعد كورونا لن يسهل المأمورية للخروج من الدولة الشيماعية في الوجه الأكمل دياله ولكن أكيد بأن الاتحادين والاتحاديات من خلال الجربة السياسية ديالهم من خلال الاختيار ديالهم من الاشتراك الديمقراطي سيكونون موجودين سيكونون مفيدين من أجل إنجاح التجربة ديال الدولة الشيماعية أعتقد بأن اليوم المجلس الوطني يعقد بحضور تقريبا كافة أعضاء يعني حضور جد جد هام هذا يبني الاهتمام ديال الاتحادين والاتحاديات ما سرحز بهم لأول مرة نعيش تجربة جديد جميع الكتابات الجهوية على الصعيد الوطني وهي آلية نظيمية مهمة ستمكن الاتحاد من الاشتغال بقوة الشارع تم عقد المؤتمر الوطني تشبيب الاتحادية تزديد كذلك الهيكل ديال منظمة الاتحادية ديال النساء الحركة الدينامية الاتحاد الشراكي عبر لا بغيت تقول مجموعة من تنظيماته مندمج ومستمر في الاشتغال في القضايا المجتمعية على رأسها الإصلاح ديال مدونة الأسرة وهي معركة مجتمعية حقيقية يعتبر الاتحاد الشراكي يجب أن تغير وجه المغرب كذلك على الصعيد العلاقة الخارجية الاتحاد حقق مكاسب كثيرة ويجد نفسه الآن من ضمن القوى الشراكية الكبرى في إفريقيا تمتلية مهمة على مستوى عدد من المنظمة الدولية الأمم الاشتراكية التحالف الاشتراكي الشباب الاتحادية أصبحت رائدة في العمل الاشتراكي على الصعيد العربي والأمريكي اللاتيني نشتغل على برنامج طموح بالنسبة للسياسة الخارجية ديال الحزب كديبلوماسية موازية فاعلة واستباقية نشتغل على برنامج سيكون من المؤكد برنامج طموح وسيساهم إلى جانب طبعا البقية للقوى الوطنية إلى جانب المشهود ديالجلالة المالك في تحسين لابغي تتقول الأفاق للديبلوماسية المغربية دفاعا على قضية المغرب الأولى طبعا ودفاعا على الوجه المغرب المشريح على مصالحنا الاقتصادية التي تواجدنا كفاعل إقليمي كفاعل قاري أساسي في توازنة الجيوسياسية في المنطقة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر